موسيقى لا يخفي تنظيم داعش قيامه بعمليات تجنيد الأطفال والأحداث في صفوف عناصره وقد أظهرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو معسكرات ما يسمى أشبال الخلافة حيث يقوم التنظيم بتجنيد الأطفال بعد غسل أدمغتهم وإخضاعهم لتدريبات قاسية وتعليمهم على استخدام السلاح بمختلف أنواعه في جامعة بغداد أقيمت ندوة بعنوان أسليب داعش واستخدام الأطفال في عمليات التفجير حضرها عدد من المسؤولين في مجال التربية وأخصائيون نفسيون واجتماعيون ناقشوا خلالها العديد من القضايا أهمها تجنيد داعش للأطفال واستخدامهم في عمليات التفجير الانتحارية التي تنفذها بين فترة وأخرى داعش تفكر بإنتاج نفسها بتأسيس جيل جديد ويفكرون بالاستمرار والبقاء لهذا اهتموا كثيرا بهذه الفئة فلديهم تطبيقات علمية حديثة برامج ألكترونية حواسيب وبرامج ومناهج لتأثير كبير على هذه الفئة واحد من أهم هذه البرامج هو مثلا برنامج حروف لموجود الداعش الآن ويطبقوه في المدارس لاحظنا احنا احنا في مدارس الموصلة هما يطبقونا يعني يعلموهم الحروف في المدرسة وكل حرف يشير إلى أحد المتبانيات الأساسية مثلا يقول حرف الباء دبابة حرف السين علم الطفل في الأول الابتدائي السيف والذبح ذال ذبح وما إلى ذلك تطبيقات عملية حديثة وبرامج إلكترونية ومناهج لها تأثير كبير على الأطفال كانت أهم وسائل التنظيم لتعليم الأطفال والتأثير عليهم تسلل هذا الفكر في هذا الفراغ حقيقة سيؤثر أول ما يؤثر على اللبنة الأساسية في المجتمع على وهي مرحلة الطفولة هذه المرحلة المهمة جدا في بناء المجتمع هذه المرحلة هي في مرحلة بناء وإعداد استراتيجي فكري نفسي اجتماعي علينا الأخذ بالنظر في هذا الموضوع من خلال إلقاء البحوث وتصليط الضوء على الدوعية سواء كانت من خلال التوعية الفكرية التوعية الدينية التوعية السياسية التوعية الاجتماعية لها دور كبير في احتضان هذه الفئة ومن ثم التخلص من هذا الفكر الذي جاءنا بطريقة بعيدة حقيقة عن أفكارنا أكثر الانتحاريين اللي تستخدم حاليا هم بعمار أطفال ويتم تجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية انتحارية ضد القاتل المنية من جانب أنه بعدنا نحن نفكر أنه نحن جانب الطفل الموجود قدامنا هو فيه الطفولة والبرائم داعش خلال سنتين ونصف قدر يوصل إلى مرحلة بغرس كثير من الأفكار الانتقامية والتدميرية في عقول واذهان الأطفال أعتقد أنه اليوم هذه الندوة تحاول أن تضع مجموعة من الحلول وبذل الله سيكون لأدنى اطلاق مشروع وطني لإعادة تأهيل النفس لأطفال الموصل تحديدا برنامج حروف واحد من أهم هذه البرامج التي تعلم الأطفال من خلال الحروف المصطلحات والأدوات داعش وخلال السنتين والنصف الماضيتين استطاع أن يصل إلى مرحلة يمارس فيها الكثير من الأفكار الانتقامية والتدميرية في عقول واذهان الأطفال ما أصبح يشكل تهديدا كبيرا أمام المؤسسات الدولية بوضع حلول سريعة وإعادة تأهيل الأطفال نفسيا قبل أن يفوت الأوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة